سبحان الله فيها خير فيها خير ليش ما دخلت الطب ما جاني قبول ما جاء لك القبول معناها ما في خير لك الحمد لله الطب يتكلم عن الإنسان من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية والإمام الشافعي كان يقول الطب طبان طب الأرواح وطب الأبدان وهذه أعظم العلم طب الأبدان للإنسان إلا بدنه صحيح ستعيش حياته صحيح سيكون إنسان سعيد سيكون إنسان منتج عنده قيمة في حياته درسنا دخلت كلية الطب يعني ما أدري ليش أقول لكم بس ماهو من زمان كثير ماهو من زمان يعني ممكن أغلبكم كان باقي وين درست دكتور؟ أنا درست جامعة الملك سعود و بعدها دخلت الحرس الوطني وتخصصت في تخصص جراحة العظام وتخصص جراحة العظام من التخصصات الجميلة والسبب أن تخصص فيه عمل عملي عظمه مكسورة ندخل نصلح نحط مساميره درلاته حديد مثلا مفصل صناعه نفكه نحطه بطريقة معينة نركب مثلا واحد مشاكل في الكتف وتر مقطوع نصلي حربات صليبي تشوهات فتخصص عملي جدا نقرأ عليه سلطان يقرأ عليه الطريق سلطان يقوم الواجب على طال القراية يعني نحنا ما عندنا يعني كنت بدخل في موضوع جميل بس حلوها السواليف والدردشة هذه الرقي الشرعية والعلاج الطبي هل يتعارضوا؟ لا ما رأيكم؟ يعني مثلا واحد عنده رباط مقطوع نروح نقرأ عليه؟ لا ليش ما تقرأ عليه؟ هذا رباط مقطوع خاص ممكن يكون عين يلعب كويس كورة جالوا عين قطع الرباط صح راح سوى العملية فشلت ما كتب الله أنا بالمناسبة كلمة فشلت ما هي كلمة كويس نقول ربي ما كتب التوفيق لأنه في أسباب كثيرة فكان السبب لهذا المرض عين مثلا ونحن نؤمن بالعين ومن شر حاسد إذا حسد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرطي الحسن والحسين وعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهاما من كل عين اللامة العين حق العين حق وهذا مقرر ما حد يقدر يناقش فيه ولكن نحن كأطباء ما نتعامل مع العين نوصل الناس بالرقية القراءة لأن العافية بيد رب العالمين فنسأل الله أنه يكتب العافية على أيدينا ممكن العافية في الرقية لما يكون واحد شخص مكسور مو معناها أنه يعالج بس ما نعتمد على الصاحب المسبب الأسباب فنرقي دائما في كل شيء مثال ثاني جميل أحد المرضى كان عنده أجاركم الله مرض السرطان وكان على أساس أنه يبدأ العلاج في خلال ثلاثة سابيع قال لنا أبغى أطلع ستة سابيع أقرأ على نفسي لأنه قد يكون السبب بسبب عين فقلت له لا يتعارض المبدأاً قد يكون حاصل جمس في سبع انفار حصل عليهم حادث بسبب عين وكلهم تكسر نقول أقعدوا مكسرين ألين نشوف الرقية جابت أثر ولا لا إذن يأخذ السبب الشرعي وهي الرقية والسبب الطبي وهو العلاج والباقي على رب العالم سبحانه فإذن الحلول السحرية أو الحلول السريعة لعلاج الأمراض هذه لا توجد في الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول واجعلنا لكل شيء سبباً أحرص على ما ينفعك فالإنسان لا بد يبدل السبب فلما يجيني لاعب كورة جاء له رباط صليبي مقطوع لا بد أن يروح عند الشخص المتخصص في طب إيش إصابات الملاعب إصابات الملاعب سواء في ركبته في الكاحل في الكتف لأنه هم اللي يتعاملوا مع النوعية هذه من الأمراض واحد شخص تكسر يروح لمن؟ للطبيب حق الكسور واحد شخص آخر عنده ورم أجار الله السامعين يروح للمتخصص وهكذا ولورام ولورام ففي كان عندنا واحد من الأخوان الاسم الكريم مناح والسلم والنعم مناحي مناحي جاء له قطع رباط صليبي صح؟ صحيح ولكن بعض اللاعبين ضروري العملية لمهو ضروري بعض اللاعبين سوى تمارين تقوية عضلات جيدة وصارت عضلاته قوية وقدر يرجع للكورة مرة ثانية فهذه تعتبر حالات نوعا ما استثنائية ولكن ممكن نبدأ بهذه الحلول بس متى تكون العضلات قوية بعد شهور من التمارين ما هو يروح النادي يوم يومين يتعب يعرق العضلة تكبر بغالها وقت في التمارين فالعلاج بغاله دائما وقت سلمان هرج رجع ولا باقي سلمان الهرج سلمان الفرج والله ما لعب مع الماراتة بسمع المنتخب ولا ايه ورجع ايه ما لعب فأنا مني بعيد عن الشأن الرياضي أنا تخصصي جراحة عظام ايه أنا أعرفكم بنفسي أنا اسمي نادر الكناني استشاري جراحة العظام والكسور ما عليكم زود ما عليكم زود جميلا وتخصص الدقيق في جراحة القدم والكاحل وجراحات التطويل 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 العظام يطول واحد وانا جاي لا لحظة 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 انا جاي اخذ زبايل انا ماني رايح اصلا غير ما اخذلي معايا زبون جاب لا من شابه الكنبات واشفرا لا فيهم الحير والبركات تفضلوا التطويل طول الشخص كم سانتي تمام بنحكي عليها في سؤال ثاني كان نفس السؤال كم مقدار التطويل اللي لا ممكن نوصله تمام خلينا نتكلم شوية عن العظام اش رأيكم اشتركوا